أهلاً وسهلاً بكل دكاترة أولى سنوي دكاترة المستقبل إن شاء الله النهاردة هنشرح أول درس من دروس مادة الأحياء للترم التاني وهنفهم يعنيه الترز الكروموسومي ويعنيه أصلاً كروموسومات والخلايا الجسدية والخلايا الجنسية والشرح ده كله هيكون بالصور والطريقة التفاعلية اللي أثبتت كفايتها فعلاً في تثبيت المعلومات طريقة الويدبورد أنيميشن اللي هي الرسوم المتحركة على الصبورة البيضة بالصودة كترة مبدئياً كده احنا خدنا إن جسم الإنسان عبارة عن مجموعة من الأجهزة والأجهزة دي عبارة عن مجموعة من الأعضاء والأعضاء عبارة عن أنسجة والأنسجة بتتكون من خلايا يعني دلوقتي اللي عايزين توصلنه هو إن جسم الإنسان عبارة عن عدد كبير من الخلايا وكذلك أي كائن حي من شرط الإنسان بس الخلايا دي كلها بتنقسم إلى نوعين من الخلايا خلايا جسدية وخلايا جنسية والخلايا الجنسية دي برضو بنقول عليها اسم الأمشاج أو الجامتات أو جامتس والخلايا الجنسية زي الحيوانات المنوية اللي بتكون في الزكور سواء كان الإنسان أو الحيوان أو حبوب اللقاح اللي بتتكون في عضو التسكير في النباتات ودي بنقول عليها أمشاج مذكرة لأنها خلايا جنسية اتكونت داخل الزكور والأمشاج المؤنسة عبارة عن خلايا جنسية اتكونت في الإنس زي مثلا البيضات سواء كان إناس الحيوان أو الإنسان أو النبات وبالتالي كده الخلايا الجنسية أو الأمشاج بتختلف باختلاف الجنس اللي اتكونت فيه إنما الخلايا الجسدية دي مثلا زي خلايا الجلد أو العين أو خلايا المعدة أو خلايا الدم البيضة أمال إيه بقى موضوع الكرموسومات ده بص أي خلية بتحتوي على نواة النواة دي بيكون بواها الحمض النووي اللي هو الDNA وإحنا خدنا قبل كده إن الDNA عبارة عن تتبعات أو وحدات بنائية اسمها النيوكليوتي دات ووظيفة الDNA هو إنه بينقل أو بيحمل الجينات المسؤولة عن إظهار الصفات الورصية زي مثلا لون العيون أخضر ولا عسلي أو مثلا الطول أو القصر الطخن أو الرفع كل دي صفات ورصية بتنتقل من الأباء إلى الأبناء عن طريق الDNA اللي بيحمل الجينات المسؤولة عن إظهار الصفات دي يعني كده الجين ده عبارة عن تتبعات من النيوكليوتي دات موجودة على جزء الDNA التتابعات دي بتحمل شفرة لصفة معينة مسؤولة عن ظهورها في الشخص ده يعني لو مثلا مناخيرك عاملة زي الكورة كده وعنيك خضرة فدي صفات ورصية المسؤولة عن ظهورها هو الجين موجود على جزء الDNA اللي هو عبارة عن تتبعات من النيوكليوتي دات وزي الDNA ده بيكون موجود داخل نواة الخلية والDNA بيكون مرتبط مع نوع معين كده من البروتينات وبيكونوا مع بعض حاجة اسمها الكروموسومات وبالتالي الكروموسومات بتكون موجودة داخل نواة كل خلية من خلايا الكائن الحي والخلايا في أي كائن حي قلنا إنها بتنقسم إلى خلايا جسدية وخلايا جنسية اللي هي الأمشاك الخلايا الجسدية دي بتحتوي على مجموعتين من الكروموسومات في صورة أزواج متمثلة مجموعة بنورسها من الأب ومجموعة بنورسها من الأم وبالتالي الخلايا الجسدية بنقول عليها خلايا سنائية المجموعة الصبغية أو بتحتوي على عدد زوجي من الصبغيات الصبغيات اللي هي الكروموسومات فبنرمز للرمز سنائي الصبغيات بالرمز 2 نون ومثال على كده لو جينا نشوف أي خلية من الخلايا الجسدية في جسم الإنسان زي مثلا خلايا الجلد أو العضلات أو غيرها من الخلايا الجسدية هنلاحظ إن نواة الخلية دي بيكون فيها 46 كروموسوم مترتبة في صورة أزواج يعني 23 زوج من الكروموسومات على عكس الخلايا الجنسية اللي بتحتوي على المجموعة واحدة من الكروموسومات في صورة مفردة يعني نص عدد الكروموسومات الموجود في الخلايا الجسدية يعني كده الخلايا الجنسية أو حدية المجموعة الصبغية يعني فيها عدد فردي من الصبغيات وبالتالي بنرمز لعدد الصبغيات بالرمز نون بس يعني فيها واحد نون بس ومثال على كده لو جينا مثلا نشوف خلية جنسية زي الأمشاج المذكرة في الإنسان اللي هو الحيوان المنوي يعني هنلاحظ أن نواة المشيج المذكرة في الإنسان بيكون فيها 23 كروموسوم بس بشكل فردي طيب دلوقتي الخلية الجسدية بيتم ينتاجها الزاي اللي هو الزاي بيتم تكوين الخلية الجسدية وكذلك برضو إزاي بيتم تكوين الخلايا الجنسية الخلايا الجسدية بتتكون من خلايا جسدية برضو عن طريق انقصام اسمه الانقصام الميتوزي وأن يعرفه دلوقتي إنما بقى الخلايا الجنسية أو الأمشاج بتتكون من خلايا المناسل وهي خلايا جسدية برضو والمناسل دي اللي هي الأعضاء المذكرة أو المؤنسة وبيتم تكوين الخلايا الجنسية عن طريق انقصام اسمه الانقصام الميوزي تعالى الأول نعرف يعنيه انقصام ميتوزي ويعنيه انقصام ميوزي الانقصام الميتوزي بيمتج عنه خلايا متمثلة في كل حاجة يعني لو عندنا خلية فيها اتنين نون يعني عدد زوجي من الصبغيات الخلية دي بتنقسم وتدينا خليتين كل واحدة فيها اتنين نون برضو هتقول لي ازاي خلية فيها اتنين نون بتنقسم وتدينا اتنين نون هقول لك ان الانقصام الميتوزي بيمر بعدة خطوات اسمها الاطوار بتبدأ من الطور التمهيدي واللي فيه الخلية بتبدأ انها تمهد للانقصام وكل حاجة في الخلية بتتضاعف علشان لما الخلية تنقسم يطلع لنا خليتين شبه الخلية الام بالزبط بعد كده المرحلة التانية او الطور التاني وهو الطور الاستوائي واللي فيه الكروموسومات بتقف في صف واحد عند خط استواء نواة الخلية واللي بالمناسبة الكروموسومات بتكون في اوضح صورة لها عند فحصها تحت الميكروسكوب الضوئي اثناء الطور الاستوائي بعد كده الطور الانفصالي واللي فيه مكونات الخلية بتبدأ انها تنفصل عن بعضها وفي النهاية خالص بيكون فيه الطور النهايي واللي بيتكون فيه خليتين كل خلية بتشبه الام تماما يبقى دلوقتي لما اقول لك ليه الخلايا الجسدية بيكون فيها عدد زوجي من الكروموسومات او اثنين نون هتقول لي لان الخلايا الجسدية بتكون ناتجة من الانقصام الميتوزي ومن الامثلة على الانقصام الميتوزي لو حصل لك جرح مثلا في اي مكان في جسمك الجرح ده بيسبب موت وتلف الخلايا وبالتالي الخلايا الحية في منطقة الجرح بتبدأ ان هي تنمو وتنقصم علشان تعاوض التلف ده وارض من الامثلة على الانقصام الميتوزي هو نمو اجسام الاطفال لحد ما يبقى حاجة كده بسم الله ما شاء الله وكمان من امثلة الانقصام الميتوزي هو نمو الشعر والضوافر بعد ما يتم اصهم انما الانقصام الميتوزي بينتج عنه خلايا بتحتوي على نص عدد الكروموسومات او الصبغيات يعني بيكون فيها واحد نون بس والانقصام الميتوزي بيتم على مرحلتين انقصام ميتوزي اول وانقصام ميتوزي تاني الانقصام الميتوزي الاول بيحصل فيه اختزال لعدد الصبغيات يعني عدد الصبغيات بيقل للنص يعني الخلية اللي بتنقسم بيكون فيها اتنين نون فبتنقسم انقصام ميوزي اول واتطلع لنا خليتين كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بس بعد كده كل خلية ناتجة من انقصام ميوزي اول بتدخل انقصام ميوزي تاني والانقصام الميوزي التاني مش بيكون اغتزالي يعني مش بيينقص في عدد الصبغيات فيبقى الخليتين الناتجتين من الانقصام الميوزي الاول واللي كل واحدة فيهم بتحتوي على واحد نون بتدخل انقصام ميوزي تاني وتكون لنا أربع خلايا كل واحدة بيكون فيها واحد نون يعني عدد فردي من الصبغيات يبقى دلوقتي لما أقول لك ليه الخلايا الجنسية اللي هي الأمشاك بيكون فيها عدد فردي من الصبغيات هتقولي لأنها ناتجة من الانقصام الميوزي والانقصام الميوزي بيحصل لخلايا المناسل اللي هي الأعضاء الجنسية سواء كان في الزكر أو الأنسة زي مثلا المبيض أو الخسطين وخلايا المناسل هي خلايا جسدية عادي خالص بيكون فيها عدد زوجي من الصبغيات يعني اتنين نون بتنقسم خلايا المناسل انقصام ميوزي فتكون لنا الأمشاك زي مثلا البوايدة في الأنسة أو الحيوان المنوي في الزكر واللي فيها عدد فردي من الصبغيات يعني واحد نون بس فبيتحدوا الاتنين مع بعض أثناء الإخصاب ويكونوا الزيكوت اللي هو الجنين واللي بكده بيحتوي على اتنين نون نون من الأب ونون من الأم نيجي بعد كده لحاجة اسمها الخلايا الجسدية في الإنسان بيكون فيها عدد زوجي من الكروموسومات يعني اتنين نون يعني ستة واربعين كروموسومة الستة واربعين كروموسوم دول بيكونوا مترتبين في شكل أزواج يعني كده معانا تلاتة وعشرين زوج من الكروموسومات بيتم ترتيب الكروموسومات دي في أزواج متمثلة بشكل تنازلي من الكبير للصغير الكبير رقم واحد وآخر واحد بيكون رقم تلاتة وعشرين زوج الكروموسومات من واحد لحد اتنين وعشرين بيكون اسمها الكروموسومات الجسدية إنما زوج الكروموسومات رقم تلاتة وعشرين اسمهم الكروموسومات الجنسية لأنها بتحمل المعلومات الورصية الخاصة بتحديد الجنس يعني زوج الكروموسومات رقم تلاتة وعشرين هو ده اللي بيعرفنا سواء كان الشخص ده زكر ولا أنسى لأن زوج الكروموسوم رقم 23 في الزكر بيبقى عبارة عن كروموسوم X وكروموسوم Y فبنعرف إن كده زكر وهقولك إزاي دلوقتي إنما في الأنسة زوج الكروموسوم رقم 23 بيبقى عبارة عن كروموسوم X وكمان كروموسوم X يعني متماثل طيب دلوقتي أزواج الكروموسومات من 1 لحد 22 دي اسمها الكروموسومات الجسدية وما فيش عليها اختلاف تماما ايه بقى موضوع الـ X والـ Y ده؟ احنا قلنا ان الخلايا الجنسية بيكون فيها عدد فردي من الصبغيات او الكروموسومات يعني 1 نون بس وبالتالي بيكون فيها 23 كروموسوم بس يعني البوايدة بتاعة الانسة اللي تكونت في المبيض بيكون فيها 23 كروموسوم 22 كروموسوم اسموهم كروموسومات جسدية والكروموسوم رقم 23 اسمه كروموسوم جنسي وطواما ده كروموسوم جنسي في البوايدة يعني مشيج مؤنس يبقى الكروموسوم ده اسمه X والحيوان المنوي اللي تكون في الخصية بيحتوي على 23 كروموسوم بس 22 كروموسوم اسموهم الكروموسومات الجسدية والكروموسوم رقم 23 اسمه الكروموسوم الجنسي الكرموسوم الجنسي في المشيج المذكر ممكن يكون X وممكن يكون Y لو بقى X هيتحد مع الكرموسوم X اللي بيكون موجود في البوايدة أثناء الإخصاب ويكون الجنين ويبقى كده 2X وفي الحالة دي يبقى نوع الجنين أنسة إنما لو بقى Y بيتحد مع X اللي بيكون موجود في البوايدة أثناء الإخصاب ويكون لنا X و Y وفي الحالة دي يبقى الجنين زكر يبقى دلوقتي لما أقولك مين المحدد للنوع الحيوان المنوي ولا البويضة طبيعي تقولي الحيوان المنوي لأنه ممكن يحتوي على كرموسوم X وممكن يحتوي على كرموسوم Y إنما البويضة سابتة الكرموسوم اللي فيها دايما بيكون X يبقى كده الكرموسوم اللي بيميز الزكر عن الألثى هو الكرموسوم Y واللي بيميز الكرموسوم Y عن الكرموسوم X هو إنه بيكون أصغر منه في الحجم وكمان الكرموسوم Y بيكون أسرح في الحركة عن الكرموسوم X نرجع كده تاني للترز الكرموسومي ونعمل جدول كده محترم ينظم لنا دنيتنا خالص أول حاجة الترز الكرموسومي للخلية الجسدية والخلية الجسدية دي في الزكر ولا في الأنسة لو خلية جسدية في الزكر بتحتوي على 23 زوج من الكرموسومات من الزوج رقم واحد لحد الزوج رقم 22 اسمهم الكرموسومات الجسدية إنما زوج الكرموسوم رقم 23 بيكون هو المحدد للجنس وطالما ذكر يبقى كده X و Y ولو خلية جسدية في الأنسة يبقى بتحتوي على 23 زوج من الكرموسومات من زوج الكرموسومات رقم واحد لحد رقم 22 كرموسومات جسدية عادة خالص إنما زوج الكرموسوم رقم 23 بيبقى المحدد للجنس وطالما دي أنسة يعني كده X و X يعني كده الخلايا الجسدية في الزكر بتحتوي على 44 كرموسوم زيد X و Y والخلايا الجسدية في الأنسة بتحتوي على 44 زيد X و X بعد كده الترز الكرموسومي للخلايا الجنسية أو الأمشاج لو المشيج مذكر يبقى بيحتوي على 22 كرموسوم زيد كرموسوم X أو Y إنما لو المشيج مؤنس يبقى بيحتوي على 22 كرموسوم زيد كرموسوم X بس تعال بقى دلوقتي يقولك على شوية ملحوظات بسيطة أول حاجة الكرموسومات الجنسية دي مش بتخضع لترتيب الكرموسومات من حيث الحجم يعني إحنا عندنا 22 زوج من الكرموسومات رتبناهم ترتيبا تنزليا حسب حجمهم من 1 إلى 22 وفي الآخر حطينا الكرموسوم رقم 23 اللي هو الجنسي وقلنا عليه رقم 23 إنما هو فعليا من حيث الحجم أصغر من السابع وأكبر من الثامن يعني المفروض يبقى رقم 8 لكن علشان ما يبقاش لوحده وسط الكرموسومات الجسدية بقى محطوط في الآخر في جنب كده الوحده خالص وقلنا عليه زوج الكرموسومات الجنسية رقم 23 ومن حيث أعداد الكرموسومات عدد الكرموسومات بيختلف في الكائنات الحية من نوع للتاني ولكنه بيكون ثابت لأفراد النوع الواحد وثابت أعداد الكرموسومات لأفراد النوع الواحد سواء كان في الزكر أو الأنسة العلماء استخدموا المبدأ ده على أنه هو الدليل أن الكرموسومات هي اللي بتحمل المعلومات الورصية اللي بتحدد صفات الكائن الحي ومن الأمثلة اللي بتوضح لنا عدد الكرموسومات أو الصبغيات في الخلايا الجسدية لبعض الكائنات الحية عندنا مثلا الكلب عدد الصبغيات فيه بيكون 78 يعني 39 زوج من الكرموسومات والغوريلا مثلا بيكون فيها 48 كرموسوم يعني 24 زوج من الكرموسومات والقطة بتحتوي على 38 كرموسوم يعني 19 زوج والدجاجة بيكون فيها 32 يعني 16 زوج والضفطع 26 يعني 13 زوج والدروسوفيلا بيكون فيها 8 يعني 4 أزواك وبالنسبة للنبات عندنا البطاطر تحتوي على 48 يعني 24 زوج من الكرموسومات والطبغ بيحتوي على 48 برضه يعني 24 زوج من الكرموسومات والأمع بيحتوي على 42 يعني 21 زوج من الكرموسومات وغوريلا بيكون فيه 16 يعني 8 أزواك من الكرموسومات والبسلة بيكون فيها 14 يعني 7 أزواج من الكروموسومات وبكده أنا بخلصنا الدرس الأول من دروس مادة الأحياء لطلبة أول سنوي الترم الثاني وبالتوفيق إن شاء الله لو عجبكم الفيديو وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لأنه لسه مش مشتركين وتفعلوا جرس الإشارات علشان تتابعوا كل الفيديوهات اللي جاية أول بأوش اشتركوا في القناة